هناك واقع جديد في منطقة شمال إفريقيا أفرزته مرحلة ما بعد الربيع العربي يقول خبراء واشنطن حيث يسجل تغير في الخريطة السياسية وتفكك منظومة أمنية كانت قائمة وانتشار ملحوظ للتيار السلفي الجهاد في المنطقة جميع هذه المتغيرات أوجدت قراءة أمريكية مختلفة لهذا الجزء من العالم مشكلة الجماعات المسلحة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل تتفاقم مع مرور الوقت خاصة في ذل حركتها ونشاطها في مناطق الحدود لدول المعنية هذا واقع يثير القلق إلى حين بداية موجة الربيع العربي كانت المسألة الأمنية في شمال الجزائر وصحرائها بصورة خاصة بفعل تحركات الجهاديين في شمال أفريقيا لكن سقوط النظامين في تونس وليبيا وانتشار السلاح وبداية الأزمة في مالي كل هذا خلق واقعا جديدا في شمال أفريقيا لدينا أزمة ثقة على مستوى مناطق الحدود وهذه قضية قديمة بالإضافة إلى تداخل المصالح بين قبائل الحدود وتنوعها كل هذا جعل من فرص التعاون بين الدول المعنية محدود وفيه كثير من التوجس في العادة تفضل الولايات المتحدة ترك التعامل الأمن مع هذه المنطقة لفرنسا ومن ورائها الحلفاء في أوروبا وإلى شركاء إقليميين كالجزائر والمغرب بالنظر إلى خبرتهم الطويلة في محاربة الإرهاب لكن اتساع الرقع وزيادة حجم المخاطر في المنطقة دفعت بواشنطن إلى مزيد من التركيز على هذه المخاطر المهددة لشركائها وحلفائها ولمصالحها هناك أيضا الأحداث التي هزت تونس ومصر أحدثت حالة خوف وترقب في المنطقة خاصة أن التغيير في هذين البلدين أدى إلى وصول الإسلاميين إلى الحكم وهذه مسألة تتير حساسية كبيرة خاصة لدولة محورية في المنطقة مثل الجزار يقول دبلوماسي أمريكي خبير في شؤون شمال إفريقيا أن هذه المنطقة في العادة لا تجد تركيزا كبيرا هنا في واشنطن لكن ما حدث في السنتين الأخيرتين بدءا بليبيا مرورا بالجزائر وانتهاءا بحرب مالي وضع هذه المنطقة في قلب الاهتمام الأمني والسياسي بالنسبة للأمريكيين رابح في لالي الحرة واشنطن